مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك في البداية تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي الفولكلوري المغربي والاستيبالي مبارح بالدقة المراقشية يمكن دي بتدل على أهمية الوافد الرسمي اللي وصل بالأمس للمغرب وده اندل على شيء بيدلن العلاقات الطيبة اللي بتجمع النادي الاهلي مع الأشقاء في المغرب وكل الأخبار بقى والأجواء من خلالك بالتأكيد جمهور الاهلي محتاج يسمع منك كل الجديد بالتأكيد يا محمد طبعا يعني أكيد لابد ان احنا نوجه كل الشكر الحقيقة لطبعا للجانب المغربي والجانب التنظيمي هنا طبعا لان احنا احنا اكيد بنتمنى كل التوفيل لنجاح كأس العالم الاندي الحقيقة هنا لان فيه ترتبات مميزة جدا وتحديدا كمان مع فريق النادي الاهلي اللي من مطار طانجة كان في استقبال على الأعلى مستوى كالعادة يمكن احنا بس يا محمد كاتل مسافة طويلة شوية من طانجة إلى تتوان يعني انت عارف طبعا يعني بيعسة كان فيه موكب كبير جدا بتأمين الحقيقة كان كبير جدا فكنت ماشي طبعا بسرعة قليلة استغرقت يمكن اكثر من ساعة ونصف حتى الوصول هنا إلى تتوان لفندو لقامة لكن فندو لقامة حاجة مميزة ورائعة جدا يعني الهدوء هو ما يميز هذا الفندو جدا أمر مهم جدا لمزيد منه لتركيز وبيساعد بشكل كبير جدا لعيب النادي الاهلي اللي انت عارف طبعا المطعم الغدى المحاضرات ثم على طول إلى الغرف فده أمر مهم جدا لأنه هي مهمة النهاردة يا فرق للنادي الاهلي مهمة فيه كأس العالم مليئة الاندية فيا رب ان شاء الله بإذن الله الترتيبات والتحضيرات الرائعة والمميزة جدا اللي يمكن بدأ ميستر كولر من القاهرة ويمكن كمان نهاردة اتكلمت عن تدريب النادي الاهلي لكن انا عايز قبل تدريب النادي الاهلي الحقيقة أكلمك على الاهتمام الكبير جدا هنا من الصحافة ومن الجانب المغربي وبين مشجعين أيضا كمان المغربة اللي احنا متواجدين على طول بيشيدوا بالنادي الاهلي وبيشوروا اللعيبة وعارفين بيسألوا لعيبة للنادي الاهلي بالأسماء فدي حاجة مهمة جدا وحاجة مميزة وهي دي قيمة محمد النادي الاهلي تعرف طبعا نادي الاهلي قيمته كبيرة جدا اسم كبير جدا في افريقيا وفي العالم كله فيارب ان شاء الله بإذن الله القيمة الكبيرة جدا تترجم ان شاء الله بإذن الله للوصول لنقطة بعيدة جدا في كأس العالم الاندية للتحدي والتحدي الصعب جدا كالعادة على فريق النادي الاهلي لكن ان شاء الله يكونوا قدها قدود نهاردة كان تدريبا للنادي الأهلي وانت عارف محمد زي بم نقول في كل مرة تدريبا الأول بيديك رسالة وبيديك طمأنينة وبتشوف لعبة النادي الأهلي مدى تركيزها الكبير جدا ومدى تحقيق هدف معين طبعا في هذه البطولة نهاردة كان فيه تركيز كبير بدأ كالعادة مستر كولر طبعا محاضرة فنية في الملعب الراجل حفز لعيبة بشكل كبير قال النهاردة البداية لابد ان احنا ندي رسالة النهاردة كبيرة جدا لفرقتنا وللعابتنا ولمجلس الإدارة بوجود الكابتن محمود الخطيب ان اللعيبة على قدم نوصاكه الكل على قلب الراجل الواحد وان احنا ان شاء الله نقدر نحقق شيء في كأس العالم تدريب النهاردة كان مميز جدا فقرات بدنية متنوعة فقرات ايضا بالكرة لكن كمان ما بتشوف الفينيش في تدريب النادي الأهلي انت عارف طبعا كان فيه تخصيص النهاردة لبعض الكرات السابتة تقلق علي معلول الحقيقة تقلق الشحسين الشحات ايضا كمان محمد شريف فيه حاجات بالطامنة محمد ما بتشوفها فيه التدريب في التدريب الاول التركيز الكبير جدا مهم جدا فالنهاردة الحمد لله طمنا على كل العيب تل النادي الاهلي الحمد لله ما عندناش اصابات ما فيش العيب بيشتكي من حاجة تدريب كان جايج جدا لفريق النادي الاهلي النهاردة بنأمل هذه الروح وهذا الحماس الكبير جدا يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي خلال تدريبات القادمة وحتى موعد المباراة الأمور مطمنة بشكل كبير جدا محمد ينقصنا التوفيق كعادة كابتن محمود الخطيب وجوده لحظة بلحظة مع الفريق سلم على العيبة وبيأذرهم وبينتظرهم قبل طبعا صعودهم للحفلة حاجات بسيطة جدا لكن بتدي رسالة كبيرة والرسالة وصلة للعيبة النادي الاهلي رسالة الجمهور ايضا كمان وصلة للعيبة النادي الاهلي لان الشعب المصري عايز يفرح جمهور النادي الاهلي عايز يفرح مش بعيد تبقى الرابع على التوالي انت تتحقن مديليا وليه مش بعيد كمان ان انت توصل للمباراة النهائية بس ان شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي ومع الجهاز الفني في هذه البطولة الصعبة لكن ما فيش حاجة صعبة عن النادي الاهلي ان شاء الله طيب امامي يا كريم ممكن صور وتدريبات تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب سنية الرمل اعتقد الفريق استلم القرات الخاصة بالبطولة يعني القرات اللي بتمرنوا بها دلوقتي دي القرات اللي هيتم استخدامها خلال منافسات كاس العالم للاندية كمان عايز اسألك على ملعب التدريب يمكن ده ملعب المغرب التطواني جاهزية الملعب التدريب على ارضية الملعب يعني انطباع الجهاز الفني واللعيبة كمان على هذه الاجراءات بالتأكد محمد طبعا سكرت النقطة مهمة جدا النهاردة كانت البداية تدريب طبعا بالكورة اللي هيشارك بيها للنادي الاهلي ده امر مهم جدا الكول النهاردة يمكن حاول بكل الطرق بالشوتنج وبالكروسات امور عديدة جدا انت كمان تشوف وزن الكورة الهوى لكن الامر اللي هنا يمكن يعني يندرون غريب شوية الطقس يا محمد حاجة يعني النهاردة صعب جدا صباحا سيول وامطار كثيرة جدا في هذا التوقيت جدا الامر كان صعب جدا في هذا التوقيت الان ما كلمت فيه بتلاقي الشمس لكن فيه برودة شديدة جدا درجة الحرارة يعني ليلا بتصل لتلاتة والاثنين هو جو طبعا كورة وبشكل كبير لكن لعبتنا لابد انها هتحافظ على بعضها بشكل كبير جدا لكن ان شاء الله بإذن الله الحرص الكبير من الجهاز الطبي والتعليمات المستمرة طبعا برئيس الجهاز الطبي دكتور احمد وعابلا ان شاء الله يحافظ على عائبة النادي الالي والكل عنده هدفة محمد والكل عنده امل كبير جدا هو يكون متوقع الملعب طبعا سنية الرملة وملعب طبعا جايق جدا بنسبة لارضية الملعب يعني حاجة طبعا مميزة نارضة العائبة النادي الالي نفزت الجمل التكتكية بشكل طيب جدا ما فيش طبعا يعني مش هدفة تقول فيه عالي واطي او فيه حاجة زي كده لأمور بالنسبة للملعب كانت جيدة جدا لفريق النادي الالي وايضا كمان انت عارف اوكلاند هيتمرن على هذا الملعب يعني فيه السابعة مساء بتوقيت المغرب هيتواجد فريق اوكلاند سيتي النهاردة على ملعب سنية الرملة ان هو الملعب المحدد لتدريب فريق النادي الالي وايضا كمان اوكلاند سيتي حتى يوم المباراة انت عارف ايضا محمد ان النادي الالي مش هتمرن على طبعا ملعب المبطوطة في طنجا وايضا كمان اوكلاند سيتي هتستمر هذه التدريبات على ملعب سنية الرملة لكن ملعب جيد هيساعد فريق النادي الالي بشكل كبير جدا في تنفيذ الجمل وفي التركيز الكبير مع التأمين المميز جدا من الجانب المغربي اللي مساعد بشكل كبير جدا محمد حتى هذه اللحظة في تأمين بأسة النادي الالي وترتيب امور عديدة جدا طيب قدامي كمان كان في لقاطاة مهمة جدا لمعالي السفير المصري في المغرب معالي السفير ياسر عثمان كان في اجتماع حتى مع الكابتن محمود الخطيف في ملعب التدريب يعني اهتمام السفارة تواجدها في توتوان مع الفريق على فكرة المسافة ما بين توتوان ومقر السفارة في كازا او الرباط انت بتتكلم في اكتر من حوالي ربعمائة كيلو فمسافة بعيدة جدا وحرص معالي السفير وافراد السفارة وطاقم السفارة يكونوا موجودين مع بحسة فريق النادي الاهلي يعني لو كان لك لقامة معالي السفير او ابرز الكلام اللي تم بين السفارة المصرية مع مسؤولي النادي الاهلي بالتأكيد ام حمد طبعا اهتمام كبير جدا كالعادة بالنادي الاهلي بقيمته الكبيرة وايضا كمان بوجود مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيف فالحرص موجود وايضا كمان لابد يكون متواجد طبعا السفير طبعا ياسر عثمان اللي تواجد النهاردة في تدريب فريق النادي الاهلي ويمكن جامعيته حديث مع الكابتن محمود الخطيف للاتمينان على البياسة لكل الامور الخاصة طبعا اي عقبات ممكن راجل قال اي عقبات احنا متواجدين اي حاجة طبعا احنا نساعد النادي الاهلي هو مصر الافريقية ومصر الجمهورية مصر العربية فيه اهتمام محمد كبير جدا طبعا كالعادة بالنادي الاهلي وايضا كمان الجانب الخاص بالفيفا يعني الناس مش سايبان الناس بتنفس كل الامور بشكل دقيق جدا جدا فكل الامور دي الحقيقة يعني طيبا انت خلاص بيعرف نظامك ايه تدريبك امتى الباص بيستنىك امتى بترجع امتى فكل الامور دي بتسهل بشكل كبير انه يبقى الدور الاداري خلاص انتهى عندنا الدور الفني اللي احنا منتظرين والحقيقة من مستر كولر عندنا سكواد مميز جدا عندنا لعبة ان شاء الله يكون ربنا معها فمحتاجين لعبتنا تكون مركزة ايضا كمان كولر يكون محضر ومجهز جدا هاي لايس وتركيز كبير بالتاكتيك وايضا كمان بالمجموعة المتواجدة معنا فيارب ان شاء الله يقدر خلال هذه الايام حتى موعد المباراة يقف على كل كبيرة وصغيرة على فريق اوكلان سيتي وطبقنا التوفيق وطبقنا ايضا كمان دعوات جمهور النادي الاهلي الاكيد منتظر ان هو يشاهد النادي الاهلي من جديد للمرة طبعا التمنى في التاريخ النادي الاهلي في اوكلان سيتي او امام اوكلان سيتي زي مننا كريم احمد مفد قناة الاهلي في المغرب بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعايز اضيف نقطة كمان ومعلومة مهمة قبل ما اطلع الفصل الكرة اللي بتلاعب بها البطولة واللي اتضرب بها النادي الاهلي النهاردة دي كرة كأس العالم اللي كانت موجودة في قطر 2022 وكانت اسمها الرحلة اللي تلاعب بها الادوار التمهيدية في بطولة كأس العالم دي الكرة اللي الاهلي اتمرن بها النهاردة وهتكون موجودة معايا في كل مباراة تكأس العالم